دير السيدة العذراء للأقباط الأرثوذوكس واحد من المعالم الدينية القديمة في مدينة بيت الحم وفيه مذبح أثري يعود لألفي سنة وقد تم إنشاء المبنى الحالي قبل نحو سبعين عاما وأصبح الآن مخصصا للراهبات القبطيات تفاصيل أوف عن هذا الدير في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوية للأقباط في مدينة مهد المسيح مكانة خاصة حيث دير وكنيسة ومغارة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذوكس للراهبات الذي يقع في شارع مغارة الحليب بالقرب من كنيسة المهد والذي تأسس على يد الأنبى ياكوبوس مطران القدس في خمسينيات القرن الماضي حيث أصبح هذا الدير للرهبات القبطيات يحتوي الدير على أثر نفق يصل بين مغارة الميلاد بكنيسة المهد فيه مذبح أثري نحتى قبل ألفين عام بالأياد وما زال المكان على ما هو ويعرف المذبح باسم السيدة العذراء مريم تعد هذه المغارة هي الأقدم التي ما زالت تحتفظ بسخورها وأثارها القديمة حيث مرت بها العائلة المقدسة أثناء إقامتها في بيت لحم وفي هذا الدير أيضا مكتبة للهدايا التذكارية والملابس الخاصة بالخدمة ويجري حاليا تجهيز وبناء كنيسة قبطية جديدة بالقرب من هذه المغارة وهذا الدير والتي تبنى بأياد مصرية وهندسة معمارية رائعة والتي ستكرز لإحتوائها على بعض من مقتنيات شهداء مصر وهذه الكنيسة هي الأولى للأقباط الأرتدوكسي في بيت لحم لاستعاب أكبر عدد ممكن من المؤمنين والأقباط القادمين لزيارة الأراضي المقدسة كما توجد حضانة تديرها الراهبات ومتطوعات من مصر أتينا خصيصا لخدمة أطفال فلسطين التي تعتني اعتناءا كاملا في جو ملؤه الحب والحنان والإيمان حبينا نعمل حضانة تعليمية تطويرية للأطفال نقدر نساعد فيها الأولاد على تطوير النواحي الحسية النواحي التركيز عشان نأهلهم لدخول المدارس والروضات فبنشتغل على أي حاجات بسيطة بالنسبة لهم الألقام البسيطة، الألوان، التعامل اليدوي بننفذ كمان مواضيع منتسوري عندنا بنحط نظام يومي للحضانة إن إحنا عندنا ترتيب لليوم في فترة للأكل، فترة للعب، فترة للتعليم فترة زاوية الخيال بيعودوا يلعبوا فيها مع بعض نقدر ندمجهم مع بعض إزاي يتعاملوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض، يمشوا بالنظام، فإحنا بنحاول نعودهم كمان على إنهم يعتمدوا على نفسهم يأكلوا لوحديهم، يلعبوا لوحديهم، يروح الحمام، يستأذن، يبقى عارف إيه النظام الحياة اليومية ما يبقاش معتمد على الأهالي بس في البيت كمان إحنا حابين بس نقول نقطة مهمة قوي في الآخر، إحنا كحضانة لما عملناها هي حضانة مدمجة، يعني إننا نحط فيها الأولاد العادية خالص والأولاد اللي عندهم ضعف بسيط أو تأخر بسيط من ناحية مثلا كلام قليل ضعف عضلات الإيدين أو حاجة فده وجودهم مع الأولاد العادية بيساعد الطرفين إحنا باسم كنيسة الأقباط في بيت لحم نحب نشكركم كمحطة نورسات ومارلين كالترخيرك على مجهودك معنا هنا في الحضانة وفي الكنيسة أنا جاية خدمة مع الأقباط في هذا المكان يعني مركز وحضانة خطوات بنخدم الأطفال اللي عندهم شوية مشاكل بسيطة بنحب نساعدهم وكده وأنا طبعا مبسوطة جدا بوجيزي في الأراضي المقدسة وده بتديني دفع الجمدة يعني إن أنا أقدر أساعد الأولاد اللي زي كده وببقى مبسوطة جدا وأنا بأخدمهم طبعا جينا تطوع من مصر من خلال الكنيسة البترياركية بتاعتنا هون وإحنا مبسوطين جدا بالأماكن المقدسة وغدين بركة الأماكن اللي تولد وعاش فيها السيد المسيح ويدكر أن الكنيسة القبطية في الأراضي المقدسة تنتشر في القدس والناصرة ويافا وراملة وأريحة وبيت لحم للنورسات مارلين الحدوى من مغارة السيدة العدرائي مريم للأقباط في بيت لحم